السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي ظهور وظهرات جريد 5 بسم الله نبدأ مراجعات اختبارات آخر العام بأقوى مراجعة للمنهج كله هنراجع المنهج كله يونت بيونت كل يونت في سيشن هنراجع على كلمات اليونت كله وكمان هنعيد على الجرامر ونكتب أي براجراف فيه وأي إيميل فيه ونحل تمرينات كتير عليه كله وبعد ما هنخلص كل الوحدات هنحل اختبارات شاملة على المنهج كله يعني المراجعة بتاعتنا مراجعة الدرجة النهائية مش هتحتاج معاها لأي شيء هنغطي المنهج كله شرح إعادة للشرح وكمان التدريبات وحنحل من خلال مذكرة سانسيت إعداد مستر محمد جيد وأنا اخترت لكم المذكرة دي لأنها فعلا ممتازة جدا مش مجرد أسئلة وحلول فقط لكن هي مراجعة على كل نقطة في المنهج بتاعنا وحتلاقي في صندوق الوصف روابط الشرح بالتفصيل لكل حاجة هنا كمان وحتلاقي روابط المذكرة اللي بنراجع منها بي دي اف ان شاء الله بس قبل ما نبدأ طبعا لو عايز تكمل معانا المراجعة ياريت تعمل اشتراك في القناة ولايك للسيشن تشجيعا ليه وكمان هتلاقي رابط جروب التليجرام في صندوق الوصف عشان المتابعة دلوقتي لتس جيت ستارتد الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار اليونت مقسم هنا الى ثري جروبس ثلاث مجموعات كل مجموعة فيها اهم الكلمات والتعبيرات والجمل والجرامر وكمان حل فحنبدأ بالجروب وان جروب وان وحنبدأ طبعا باهم الكلمات الاول تابعوني واحدة واحدة ان شاء الله مش حيبقى فيه اي مشكلة في المنهج اول حاجة حناخد فكاب الموجود في اليونت ارميت شير ارميت شير ارميت شير يعني الكرسي اللي ليه مسندين دراعين كده يعني فتاي ارميت شير ارميت شير بالكني 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 بالكونة بالكني كوشن كوشن الوسادة كوشن كوشن مخدة يعني كوشن كوشن كلوزت كلوزت خزينا يعني دوليب كلوزت 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 on the right on the left on the right يعني على اليمين on the left على الشمال on the right on the left room حجرة room elevator 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 اسنصير elevator oven 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 فرن oven oven shower shower douche shower 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 television television التلفزيون طبعا عارفينه television in the middle in the middle يبقى عندي on the right on the left in the middle on the right على اليمين on the left على الشمال in the middle في المنتصف on the right on the left in the middle في المنتصف on the wall on the wall طبعا فاكريني الأغنية اللي غنناها بزي بيه في الموضوع ده نحن 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 نح على اليمين على الشمال في النص على اليمين على الشمال في النص افتكرنا كده أغنية بزبي On the wall على الحق apartment شقة apartment 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 الجمع الهم عندنا في group 1 welcome to my new apartment ايه متأقول welcome to my new apartment لما يجيلي حد في شقةنا وأنا عايزة أحيي أرحب بي يعني أقوله welcome to my new apartment طبعا هنا welcome بك معاها حرف الجارة to welcome to welcome to my new apartment welcome to my new apartment أهلا بك في شأتنا أو شأتي الجديدة the new kitchen is bigger the new kitchen المطبخ الكبير is bigger ولاحظي هنا أن عندي طبعا big لغاية الجي كده يعني كبير أنا عايزة أزود لها ER عشان تبقى أكبر عايزة أقول أن المطبخ الجديد أكبر طبعا جي قبلها متحرك فأنا ضعفت الجي كتبتها مرتين bigger يبقى big كبير bigger أكبر big كبير مجرد صفة بوصف بيها شيء إنه هو كبير لكن bigger دي مقارنة بقارن بينه وبين شيء تاني وبقول إنه هو أكبر طبعا هنا بقارن بين إيه؟ بين new kitchen المطبخ الجديد old kitchen المطبخ القديم يبقى أنا بقول المطبخ الجديد أكبر and the oven is more modern والفرن أحدث أكثر أكثر حداثة حداثة طيب شمعنا هنا بقى يا ميسل أضفنا ER وضعفنا الجي طبعا عشان قبلها متحرك بس في الآخر أضفنا ER وهنا modern ما قلناش modernر مثلا ما فيش حاجة اسمها modernر أصلا لإنه هنا عندي modern مكونة من مقطع من مقطعين عشان فيها two vowels صوتين متحركين اللي هو الأو والإي فعندي modern أكثر من مقطع اتنين فإذا ما ينفعش أزود لها حروف ER ما ينفعش أما الأعمل إيه؟ أزود لها كلمة more يبقى more modern أكثر حداثة and the oven is more modern والمطبخ والفرن أكثر حداثة أو أحدث I share a room with my sister share طبعا كلنا عارفينها يعني شارك فأنا بشارك حجرتي مع أختي هنا بقى نستخدم on the right and on the left and in the middle and on the wall وده مهم جدا عشان بيجي كمان في البراجراف بيقول لي on the right على اليمين there is my bed you got sriri with a desk next to it وفيه مكتب بجواره يبقى on the right there is a bed there is my bed with a desk next to it you got sriri وفيه مكتب بجواره on the left بقى على الشمال there is my sister's bed you got sriri سرير أختي لأننا فوق قلتلك I share my room with my sister يعني أنا بشارك الغرفة مع أختي يبقى فيه هنا my sister's bed ودي كده لو فاكرين حبايبي أبوسترو في اس الملكية بتعمل إيه اللي بعدها ملك اللي قبلها يبقى السرير بتاع أختي on the left there is my sister's bed in the middle of the room في منتصف الحجرة there is an armature يوجد armature اللي هو الكرسي بزرعين أخد بالي أن there is يوجد للمفرد وعارفين طبعا حلاق في السطر اللي بعدها على طول there are يوجد للجامع هنا بقول يوجد an armature واحد طبعا armature قلت قبلها an عشان بتبتيجي بفاول اللي هو ال a مفرد ويبدأ بفاول أجيب قبله an an armature on the wall على الحاط على الحائط there are lots of there are يوجد للجامع يبقى أكيد حككلم على حاجة جامع وقال لي lots of كثير من posters of animals يوجد كثير من البوسترات يعني صور of animals للحيوانات يبقى هنا استخدمنا عشان الجومة الجاه استخدمها في البراغراف حبايبي on the right على اليمين there is a حاجة مفرد on the left there is برضو حاجة مفرد in the middle of the room there is on the wall there are يوجد هنا وممكن أي حاجة من دول يعني مش شرط on the wall there are ممكن on the right there are يوجد بس أقول هنا ايه اسم يكون plural جامع خدنا group 1 من الفوكاب اللي احنا طبعا ايه متقسم على أكثر من group حنحل على الجوز اللي احنا خدنا we moved to a new space in Cairo it's more modern than the old one we moved to a new اتنقلنا إلى ايه جديد في القاهرة انه اكثر حداثة من القديم يعني it's more modern than the old one اكثر حداثة من القديم فهنا طبعا انتنقلنا إلى ايه apartment living room garden pink طبعا هنا هاختار ايه حبيبي apartment شقة جديدة 2 our apartment is in the fifth floor يعني شقتنا في الطابق الخامس we so we had an لذلك احنا عندنا an طالما اذكر طابق يبقى اكيد احنا بنتكلم في أسانسير صح closet ولا cushion ولا elevator tv طبعا هنا هاختار elevator عشان نطلع الطابق الخامس my mom says the new space is much easier to cook to cook in ايه الاسهل ان احنا نطبخ فيه طبعا ايه حبيبي oven الفرن ان احنا نطبخ فيه on the space there are a lot of boosters of animals في ايه يوجد كثير من الصور للحيوانات on the wall وفقا للليسن بتاعنا in the space of the room there is an army chair in the middle in the middle in the middle سهلة جدا on the left there is space my sister's bed my sister's bed singular مفرد يبقى اختار is ولا are where am طبعا هختار is عشان للمفرد اختار is there is a table space the middle طبعا انا هحفظها بقى مع بعضها in the middle على طول مش عايزة حاجة there is a poster بوستر هنا لحظو singular واحد بس على الحائط على الحائط يعني ايه طبعا برضو حفزينها on the wall يبقى نحفظ on the right on the left in the middle on the wall نحفظها كده على طول you can find the box space the right next to the table طبعا هنا ايه the right يبقى on the right احنا حفظناهم دول وشطرين خالص هنا match read and match what about طبعا حق راديو قرأ معها كل ده what about is more modern اكثر حدثة مش جاية great view there is my pet the bedroom طبعا هنا what about هتبقى سؤال فهي مع bedroom بس اخترها على طول اتأكد برضو live in your old apartment تعيش في شائطك الجديدة لا انا حيخد دي ما عادي يبقى هنا هقول what about the bedroom طيب ليه موصلتهاش believe in your old apartment انت مع ان هي سؤال برضو ممكن تبقى ماذا عن الحياة في شائطك القديمة اقولك ببساطة لان about كحرف جارب يجي بعدها اسم او verb اخر مصدر ابدا on the right على اليمين there is my pet يوجد فروشي the oven is more modern طبعا احنا قريناهم بقى اول مرة فعرفنا the oven is more modern مش رد تعمل عملت how long how long did you how long did you طبعا هنا how long معناها كامل مدة كامل مدة اللي انت ايه live in your old apartment عشتها في شائطك القديمة in the middle in the middle of the room in the middle of the room there is a couch طبعا هنا big or small كبير ولا صغير وده اخدوا بالكو question mark يبقى هتبقى سؤال يعني النحية التانية لازم تبدأ بفعل مساعد او قد تستفهم of the room طبعا سهلا يعني حطيتها على اخترتها على طول انها سهلة جدا with my sister سوها مع اختي سوها three rooms now ثلاث حجر الآن new apartment شقة جديدة يبقى in the middle of the room there is a couch is your house big or small طبعا ده السؤال بقى يبقى هو ده اللي حاختاره مع كبير ولا صغير هل بيتك كبير ولا صغير welcome to my new apartment سهل جدا i share a room انا بشارك حجرة مع مين with my sisters مع اختي سوها reorder the words to make correct sentences one new more new more oven the modern is طبعا هنا عندي فلسطبي يعني جملة خبرية هبتدي بالفعل please 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 the لوحدها لا شيء مش فاعل ومش اي حاجة the دي معناها ال زي كلمة الرجل في اللغة العربية ينفع ال انا بقول الرجل ذهب في اللغة العربية الرجل ذهب الى السوق ينفع اقول ال ذهب الى السوق فهمتو حاجة كده عشان في حبايبي كتير يقولوا ذا وعايزين يحطوا فاعل بعدها ازاي ما هي الوحدة مش فاعل ذا يعني قل فلازم ذا حاجة بعدها اسم noun يبقى the oven الفرن بس اخد بالي انه عندي صفة يعني لو قلت the oven is more modern الفرن اكثر حداسة هلاقي عندي new ملهاش مكان يبقى خلاص احطها قبل الاسم يبقى بدلا ما اقول الفرن اقول الفرن الجديد يبقى the new oven is more modern the new oven is more modern share room sister am I I with طبعا هنا حبيبي انا عايزة اقول ايه ان انا اشارك حجرة مع اختي فهنا حاجيب وفيه فلسطاب في اخر الجملة يعني جملة خبرية يبقى فاعل I فاعل فاعل اساسي من verb اللي هو share يبقى I share انا وشارك وشارك ايه a room حجرة with my sister I share a room with my sister جيبقى الجملة جيكون نحفزينها welcome to my new apartment welcome to my new apartment welcome to مرحبا في my new apartment وصفة تسبق الاسم اللي بتوصفه يعني ما نفعش اقول apartment new لأ new apartment four in do live house you a big do you live in a big house طبعا هنا ده سؤال وما فيش ادات استفهام واحنا عارفين السؤال بيبقى فيه five parts خمس اجزاء ايه هما ادات استفهام فعل مساعد فاعل فاعل الجملة الاساسي باقي الجملة question word helping verb subject main verb the rest دي الخمسة اللي لازم اجيبهم للسؤال ممكن حاجة فيهم ما تجيش دايه هنا مفيش ادات استفهام فانا حبتدي بالفعل مساعد الونامرة اتنين بس الترتيب هو الترتيب the same نفس الترتيب فحبتدي هنا بدو بعدها well done فاعل you do you فعل اساسي live تعيش وبعدين باقي الجملة in a big house do you live in a big house وطبعا big الصفة تيجي قبل هاوز الاسم اللي بتوصفه الصفة قبل الاسم اللي بتوصفه الصفة قبل الموصف 5 balcony is the too fantastic السؤال ده انا نزلته على المنتدى في القناة وللأسف المعظم حلوا غلط زي ما احنا شايفين كده 89% من اللي حلوا السؤال اختاروا the balcony is too fantastic و11% بس اللي اختاروا the balcony is fantastic too طبعا الاجابة الصحيحة هي the balcony is fantastic too البلكونة رائعة ايضا و2 هنا بمعنى ايضا طب ليه the balcony is too fantastic غلط انا اقول لكم 2 معناها جدا اكثر من اللازم بتدي معنى سلبي يعني حاجة سلبية حاجة مش كويسة حاجة تدايق زي ما اقول مثلا it's too hot يعني الجو حار اكثر من اللازم او it's too cold بارد اكثر من اللازم او مثلا the bag is too expensive الشنطة غالية اكتر من اللازم يبقى دايما بقولها على الصفات السلبية ما ينفعش اقول ان البلكونة رائعة اكثر من اللازم كده تبقى الجملة مش ركبة على بعضها يعني الصفات الايجابية الكويسة ما ينفعش اجيب قبلها too اقول it's too fantastic يعني رائعة اكتر من اللازم لا اقول مثلا it's so fantastic very fantastic لكن too يجي وراها صفة سلبية يبقى هنا انا حقول the balcony is fantastic too the balcony ده الفاعل عايزة فاعل is ما لها fantastic صفة يبقى البلكونة تكون رائعة too ايضا the balcony is fantastic too البلكونة رائعة ايضا moved apartment to a closer way طبعا هنا حبيبي حبتدي بالفاعل اللي هو we 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 moved احنا انتقلنا to a closer apartment we moved we فاعل moved فاعل to a closer apartment الى شقة اقرب ودي طبعا جملة خبرية seven wall wall there the posters are on فهنا عندي طبعا there are there are يعني يوجد there are يعني ايه يعني يوجد بعديها ايه بقى يوجد posters اسم جامع فين on the wall there are posters on the wall write a paragraph of 40 words using the following guidance elements هنكتب بارا جراف من 40 كلمة باستخدام العناصر دي عندي هنا your bedroom حجرة نومك on the right على اليمين on the left على الشمال فهستخدم بقى ايه اكتب عن my apartment واستخدم الحاجات دي اول حاجة حاوسف الحجرة اقول my bedroom is big small اللي يجي معاك كل اللي يطلع منك كويس i share my bedroom انا بشارك الحجرة بتاعتي with my brother او sister وبعدين يعني انا قلت اول جملتين هون هي ايه وبعدين share مع اخوي او اختي وبعدين بقى ابتدى ايه اقول on the right فيه كذا on the left فيه كذا in the middle فيه كذا on the walls وهكذا هنكتب ازاي هنشوف اول جملة هنا هكتب my bedroom is big حجرتي كبيرة بعد كده i share my bedroom with my sister i share my bedroom انا بشارك حجرة نومي مع اختي عايز تكتب brother it's okay ما فيش اي مشكلة هبتدى بقى او سفله على اليمين ايه على الشمال ايه سهل جدا حبايا بيه لما يجيلي عن غرفتك الاول حكتب حجرتك كبيرة او صغيرة وبعدين بشاركها مع اخوي او اختي وبعدين هقول كلها جمل سهلة خلص فانا حقول مثلا في دولاب او لو عايز تكتب اي حاجة تانية غير دولاب there is my desk مثلا اللي انت عايزه بس يكون مفرد singular عشان انت قلت on the left there is my sister's bed يوجد سرير اختي او my brother's bed لو انت قلت اخويا in the middle there is an armature an armature كورسي يبقى in the middle there is an armature on the wall there are posters of animals on the wall there are posters of animals يوجد posters للحيوانات شايفين سهل ازاي حبايبي my bedroom is big or small i share my bedroom with واقول اخويا او اختي on the right اقول a on the left a in the middle there is لو هقول حاجة مفردة اقول there is حاجة جامعة اقول there are وبعدين اكتب الاسم المفرد عبلي ا ا ا ا ا ا ان طبعا لو بيبدأ بحرف متحرك والاسم الجامعة ولا عبلي ا ولا عبلي ا لوحده كده الجامعة بيجي لوحده وممكن في الاخر اكتب له I like اي حاجة كده هلاقي نفسي مش عارف اجيب جملة لاخر اكتب له اي لايك واكتب له الحاجة اللي انا بكتب عنها طبعا لو كويس. كده يبقى خلصنا جروب وان بالبراجراف بتاعه. هناخد بقى جروب تو. اه طبعا احنا هنخلص مراجعة يونت سيفن كله النهاردة. يعني مش هيبقى فاضل في حاجة. ان شاء الله لو جالك في اي سؤال هتحله ونضمن بي ان شاء الله الدرجة النهائية. ممكن هيكون طويل شوية. لو هيكون طويل ممكن تشوفه على اكتر من مرة. جروب تو. يعني غير ودود. الانسان الفرندلي الودود ده الطيب. غير ودود غير مريح. مريح. غير مريح. يبقى انا اخده بالكو عندي انفرندلي. منها ايه? فرندلي. انفرندلي. يبقى انا هنا بجيب عكس الصفة باضافة يو ان. فاكرين بيزي بي لما اعجل لنا ان 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 بنحط ان اللي الصفة تدينا العكس. يبقى هنا انفرندلي. انفرندلي. ودود. غير ودود. مريح. انكمفتابل. انكمفتابل. غير مريح. لكي. محزوز. انلاكي. سيف. امن. انسيف. هابي. سعيد. انهابي. غير سعيد. فير. عدل. انفير. غير عدل. او غير عيدل يعني. لكي. انلكي. 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 خمفتابل. انكمفتابل. خمفتابل. انكمفتابل. خمفتابل. 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 خ Unkind kind Unkind has been بيز بي أعود من فضلك أوكيييي نكمل بيز بيي لازم ييجي قولنا حييتك بردو هاولر منكيز اللي هي نوع من القردة اسمها قرض العواء هاولار مانكس هاولار مانكس هاولار مانكس لوكال فيليجر قروي محلي من المنطقة يعني لوكال فيليجر جيب عميق جيب باث جانجل 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 جروبس مجموعة جروبس برضو هنريجي على ستوري اللي كانت عندنا في الليسن بيقول لي بس بسرعة طبعا مزاي الشرح الاول حبابي انا هقول لكم كل حاجة بس في بعض الحاجات هقولها بسرعة لو انت حسيت ان انت عايز يعني باستفادة طبعا بسرعة عشان وقت سيشن وعشان نرجع اليونت كله فانت ممكن هتلاقي على القناة قائمة الصف الخامس هتدخلها هتلاقي كل الفيديوهات بتاع الدروس الصف الخامس طبعا افتح الترمت تاني هتلاقي فيها كل الدروس اي درس عايز تشوفه بالتفصيل عايز تشوف بيزي بي وسوسكا وهم بيشرحوه it's okay ممكن ترجع له my uncle is a scientist عمي عالم and loves animals وبيحب الحيوانات he was very interested كان مهتم in howler monkeys بقرد العواء and wanted to do some research وعايز يعمل بعض البحث into their family groups في المجموعات العائلات بتاعته a local villager local villager يعني قاروي محلي told him where there was قال له هما فين الهاولر monkey family قال له فين الاسرة بتاعت الهاولر monkey اللي هو قرد العواء ده nearby and he was very happy هو كان سعيد but the villager also said ولكن the villager أيضا قال tomorrow it will be rainy بوكر رح يبقى جوه مطير so it could be unsafe ممكن يبقى غير آمن my uncle sit out to look for the howler monkey sit out انطلق يعني بدأ الرحلة to look for يبحث عن عارفين look for يبحث عن the howler monkey family اسرة الهاولر monkey and soon he was deep in the jungle وسريعا هو بقى في العمق دخل جوه في الغابة he heard the monkeys زمع أصوات القردة he knew he knew he was very close to them وعرف ان هو قريب جدا لهم then the rain started المطر بدأ it was very heavy rain كان مطر غزير جدا soon سريعا there was water كان فيه مية everywhere في كل مكان and he couldn't see the bath ما قدرش يشوف الممر to go forward لروح قدام or back او للخلف suddenly فجأة lots of water كثير من الماء came towards him أتد في اتجاهه and carried him away وحملته بعيدا down to the river في النهر he was very frightened هو كان خايف جدا suddenly فجأة the villager helped him الفلاح القروي دوت اللي هو ساعده helped him ساعده my uncle was very happy indeed وعمي كان سعيد حقا ده طبعا ملخص كده للقصة بعد كده عندينا الجرامر برضو حبيبي حقول لكم الجرامر هحط لكم في صندوق الوصف سيشان بيشرح الجرامر بمنتعة البساطة وبمنتعة السهولة وبيشرحوا بالتفصيل مع بوقلوس بيشرحوا لنا فححط لكم الرابط ودلوقتي هقوله لكم طبعا بسرعة شوية مش زي الشرح التاني طبعا عشان احنا بنراجع المراجعة مش زي الشرح الأول نشوف هنا حبيبي ببساطة الماضي بيعبر عن حاجة حصلت في الماضي يعني يعني كده كلام منطقي صح يعني مش عايز الشرح الماضي اما حب تكلم عن حاجة عملتها في الماضي رحلة عملتها حاجة حصلت السنة اللي فاتت حصلت امبارح يستر داي لاستويك اي حاجة من دول فأنا ايه حاس تخدم الماضي اللي هو ايه اللي هو التصريف التاني التصريف التاني يعني ايه تصريف تاني يعني اما فعل منتظم اجيب المضارع ازود له ايه دي يديني ماضي زي visit visited يا اما فعل غير منتظم اللي هو بحفظه بقى زي go went take took وهكذا put put بيتحفظ مالوش حالة تاني طيب بن فيب ايه بقى بن فيب didn't زي دي infinitive يعني ايه يعني مثلا الجملة اللي عندي فوق دي i visited her house when i was five او نقول كده لغاية house i visited her house عايزا فيها فانا حاجب لها didn't يبقى i didn't بس didn't دي ايه بتخش تاخد الزمن على طول didn't دي تخش تكوش على كل حاجة فهي اخدت الزمن من visited ثابته ايه يعني في المصدر visit يبقى هتبقى i didn't visit her house انا ما زورتش بيتها يبقى ازا بيجي didn't والمصدر والdid بيجي وراها ايه الdid بيجي وراها مصدر دي بيجي وراها ايه دي بيجي وراها مصدر دي بيجي وراها ايه دي بيجي وراها مصدر دي بيجي وراها ايه دي بيجي وراها مصدر بالمناسبة الدد دي يعني اتذكر اكتر طالب عندي على مر التاريخ كان بيغلط في الدد دي ويجي وراها مصدر كان بيجيب وراها حاجة تانية اي حاجة غير المصدر ويعني كان مغلبني في الموضوع ده ولازم يجيب وراها حاجة اي حاجة غير المصدر دلوقتي هو عايش في امريكا متزوج امريكية وطبعا بقى في اللغة يعني هو يعلمنا دلوقتي فاخر مرة كلبني قال لي انه هو مازال بيغلط في الديد بيجي وراها ايه وزوجته هي اللي بتصلح له بتقول وراها مصدر فما تعملو زي عبد الرحمن واعرفوا ان ديد بيجي وراها مصدر من دلوقتي بقى من قبل ما تكبروا ديد وراها ايه وراها مصدر متهالي مش هتنسوا ان ديد وراها مصدر من الحكاية اللي انا هكتهالكو دي لانه فعلا بيغلط فيها لغاية دلوقتي لكن انتو شطرين مش هتغلطوا فيها صح ديد وراها مصدر يبقى نفي بلايت ديدينت بلاي درانك ديدينت درانك وينت ديدينت جو صحي كده صحي كده طيب امتى استخدم قولنا الزمن ده لما عبرا حاجة بتحصل في الموضي اذا اي كلمة حابي بتجيلكو في الجملة بتدل على ان الفعل بيحصل في الماضي دي كلمة دل ايه بقى الكلمات دي ايه الكلمات دي انا هقولها لكم بقى بالترتيب اللي انا كنت ايه محفظه لكم قبل كده في السيشن يستر دي لست ايه ايه كلمة دي لست ايه كلمة دي ايه كلمة دي لست ايه كلمة دي دي كلها كلمات الدلة على الماضي البسيط اللي هو تشوف تاني؟ ونفيه ايه؟ دي دنتو المصدر الرجاء ودعي لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار يلا نحل على باست سيمبل الماضي البسيط يبقى ايه؟ يبقى باست يبقى مت او دي دنتي ميت لو انا عايزة نفي لما هو كان اصغر خدوا بالكو حبيبي هنا مفيش كلمة دل بس قال لي لما كان صغيرا كان صغير يبقى اكيد باتكلم في الباست يبقى ايه؟ يبقى ترافل على طول she didn't space us last week she didn't ايه؟ 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 ودد بيييجي وراها ايه؟ 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 يبقى فيزت يبقى ايه؟ last month الشهر اللي فات last weekend last week end last week end last 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 month يبقى ايه؟ ايه؟ مصدر يبقى بلاها didn't انا عايزان في الماضي انا فيه بdidn't الباست بdidn't نفيه بdidn't وdidn't وراها infinitive we supposed to london last month هنا go went going goes طبعا we went to london last month احمد had lunch two hours احمد تناول الغداء two hours ايه؟ اجوه منذ ساعتين احمد doesn't look happy احمد لا يبدو انه هو سعيد he is ايه؟ هو ايه؟ طبعا ايه؟ unhappy غير سعيد his cat dies القطة بتاعته توفت last week end اسبوع اللي فات he was very a هو كان very a very unhappy i never sit in that green armature انا ابدا لم اجلس هنا الجملة منفية بنيفر خدوا بالكم لم اجلس على الكرسي الاخضر it's very a لانه ايه؟ اكيد لما مش حاود عليه بقى اختار سيفة ومش كويسة يبقى uncomfortable غير مريح don't go down the street لا تذهب في الشارع انت dark في الظلام الون لوحدك it's ايه؟ it's unsafe غير امن she is very space she never smiles هي عمرها ما بتبتسم or tries to make friends او تحاول ان هي تكون صدقات يبقى شيئيس very ايه؟ طبعا very unfriendly يعني غير ودودة that's space you ate everything and didn't leave any for us ده ايه بقى انتكلت كل حاجة وما خلت لناش حاجة هو ده عدل يعني اكيد مش عدل unfair شخص ما who lives in a village بيعيش في قرية هو ايه؟ طبعا local villager اللي هو القروي المحلي read and match A with B unsafe means unsafe يعني غير امن اللي هو معناها dangerous خطير طبعا هنا in a howler monkeys في حاجة كده بتلاقيها سهلة خالص in howler monkeys القرود العواء i go to aswan last week زهبت الاسوان الاسبوع اللي فات not kind to someone مش طيب مع شخص ما because he missed the bus لانه هو missed the bus يعني فاتوا الاوتوبيس dangerous خطير خطير يبقى قولنا unsafe means dangerous unfriendly means معناها not kind to someone مش طيب مع شخص ما he is unlucky غير محزوز because he missed زباس فاتوا الاوتوبيس he was very interested هو مهتم به in howler monkeys بقردة العواء او القرد الامريكي اسمه unfriendly means two years ago من سنتين طبعا لا so he was very unfriendly لذلك هو كان غير ودود never smiles or make friends لا بيبتسم ولا بيكون صدقاتي بقى هي دي بس انا كده ايه اهيه بس انا وصلت وحب اقولكم ان انا كده عملت التصرف غلط خطأ that's wrong ايه المفروض المفروض ان انا اقرأ كلهم انا لقيت دي لازم اكمل is a man who lives in a village رجل بيعيش في القرية he ate everything and didn't leave any for us هنا في why هو لم يترك اي من التعام لنا فطبعا هنا انا اخترتها صحة بس زي ما قلتلكم لازم اتأكد يبقى الانسان غير الودود هو never smiles or make friends he is unfair because هو unfair غير عادل because ايه he ate everything اكل كل حاجة ومخلناش ولا حت i met her in زجزيج انا قبلتها في الزجزيج في الزجزيج يعني طبعا two years ago منذ عامين a local villager مين هو is a man who lives in a village reorder visited five eye house was her i win with full stop يعني جملة خبرية حبيبي يبقى هقول ايه i انا عايزة فعل visited i visited i visited her house يعني انا زرت منزلها when i was five عندما كان عندي خمس سنين طيب هو لو عايزني ابدأ ب when عادي برضو هقول when i was five i visited her house the people work his didn't him with help يبقى the people الناس طبعا عايزة انفي didn't help لم يساعدو did ومصدر the people didn't help him لم يساعدو with his work في عمله الاحظة ان his work عمله ما ينفعش اقول him work لان his هي اللي دمير ملكية بيجي بعدها صفة ملكية بيجي بعدها work الاسم المملوك happy my was very uncle my uncle was very happy my uncle was very happy was jungle he there in deep he was هو كان deep in the jungle هو كان في العمق في الغابة he was deep in the jungle very he frightened was طبعا جي سهلة جدا he was very frightened هو كان خايف جدا write a paragraph of 40 words on هنكتب paragraph من 40 كلمة عن what you did yesterday ماذا فعلت أمس طبعا wake up went to school وحقول كله هات بقى وميت وكله في الباست لإني أصلا بيقول لي did what you did ماذا فعلت yesterday فحبتدي أقوله طبعا ايه كده العنوان استخدمه في جملة عود نفسك على كده هقوله yesterday I did many things yesterday I did many things أمس أنا فعلت أشياء كثيرة I woke up هجيب الباست منها بقى عشان أنا بتكلم في الماضي مش هينفع هقول إيه wake هقول woke I woke up at 6 مسلا صحية 6 عايز تقول early ok I had my breakfast تناولت في طوري برضو هنا حبيبي had في الماضي I went to school أنا ذهبت إلى إيه المدرسة بايباس بالأوتوبيس I met my friends at school أنا قبلت أصدقائي في المدرسة we had English and math إحنا خدنا إيه إنجليزي و آآ رياضيات I went home at two أنا روحت الساعة اتنين خدوا بالكو يعني كده الجملة كافية بس أنا ممكن أقول للصبح يعني I did my homework and watched tv يعني عملت وقبي وشاهدت التلفز التلفزيون يعني وهكذا يعني ممكن أقول كل بالأكتيفتس بس بالباست بالماضي الرجاء وضع لايك على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار جروب ثري ماد بريكس ماد بريكس ماد بريكس هو الطوب اللبن يعني الطوب اللي كان بيعملوه زمان من الطين ماد بريكس ويبنو بيه البيوت ماد بريكس ماد بريكس روف روف هو السطح روف روف ريد مات ريد مات سجادة من الخوس أو من البوس read mat read mat read mat مجريد يعني gate gate بوابة الفرق بين gate و door door هو الباب الباب اللي على حيطة زي باب شقتنا كده هو كده ده اسمه door لكن gate هو باب على صور زي باب الحديقة اسمه gate أو بوابة المدرسة gate كل ده اسمه gate gate باب على صور pot حلة pot unusual homes unusual homes منازل غير عادية منازل غير عادية unusual homes زي ما قلنا usual عادي unusual غير عادي unusual homes upside down يعني مقلوب رأسا على عقب upside down upside down upside down upside down sleeping area sleeping area sleeping area sleeping area the nile the nile the nile the nile landscape land escape landscape plug-in 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 Farmhouse Ancient Egyptians Ancient Egyptians Ancient Egyptians قدماء المصريين Ecological اللي هو بيئي Ecological 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 The main points أو important sentences جمال مهمة Ancient Egyptians built their houses near the Nile Ancient Egyptians قدماء المصريين built their houses بنوا بيوتهم near the Nile أو بالنيل الجمال دي مهمة جدا وبنستخدمها في البراجراف ركزوا معايا Ancient Egyptians built their houses near the Nile They built their homes from mud breaks They built their homes هما بنوا بيوتهم from mud breaks من الطوب اللبن In villages في القرى houses usually had one floor البيوت كان عادة لها طابق واحد فقط In cities في المدن They built their houses طولر هما بنوا بيوتهم أعلى with two floors وفيها طابقين يبقى في الفيلاج الhouses usually had one floor كانوا دور واحد طابق واحد لكن في cities they built their houses طولر كانت البيوت أطول with two floors كانت عبارة عن طابقين ده الفرق بين بيوت الفيلاج كانت بتبقى one floor والcity كانت بتبقى two floors طابقين There were read mats يوجد read mats اللي هي السجاد من الخوس أو البوس to sit and sleep on عشان يجلسوا عليه ويناموا عليه يعني كانوا بيناموا على السجادة دي أو ما يسمى الحصيرة كان في الريف بيسموها الحصيرة There was an oven كان في فرن to cook food لطهي الطعام يعني كان عندهم فرن في البيت oven لطهي الطعام I like plug-in about different things أنا أحب plug-in يعني أكتب مدونة عن أشياء مختلفة The upside-down house البيت المقلوب is in the netherland في هولندا The upside-down house is in the netherlands في هولندا I found this unusual house أنا لقيت البيت غير معتاد ده in the netherland online وجدتوا find وجدتوا البيت الغير عادي ده اللي هو مقلوب في هولندا بس إيه online يعني هي أو هو ما رحش شافوا لا شافوا على ال net The upside-down house البيت المقلوب fits in with local land escape بيتلائم فيتين يعني يتلائم مع land escape المحلي one a space is to write about something in online plug يعني إيه إن إحنا نكتب عن شيء على ال net online في online plug في مدونة online طبعا الفعل ده اسمه إيه اسمه plug التدوين this house is space because it use air water and sun البيت ده إيه عشان بيستخدم الهوى والمية والشمس البيت ده this house is well done ecological صديق للبيئة بيئي بيت بيروعي البيئة لا يلوثها استخدموا إيه لبناء بيوتهم طبعا mud breaks ولا plants ولا crops ولا read mats قدماء المصريين استخدموا إيه عشان يقعدوا يجلسوا ويناموا عليه and sleep on ويناموا عليه طبعا استخدموا read mats mud breaks plant crops طبعا read mats اللي هي السجاد اللي هو من الجريد ده اللي هو بنقولوا عليه حصيرة a lot of people built their homes كثير من الناس بنوا بيوتهم space denial طبعا عايزة أقول إيه قرب النهر فين قرب near the mud breaks الطوب اللبن helped people to make their homes كان بيساعد الناس يخلوا بيتهم إيه طبعا hot ولا cold rainy cool طبعا cool the house inside usually had two البيوت في المدن عادة عندها اتنين ايه two floors we use space to cook food احنا بنستخدم ايه عشان نطبخ الطعام اكيد oven اللي هو الفرن she sometimes take me to see some space places هي احيانا بتاخدني عشان نشوف بعض الاماكن الايه it's really awesome هي فعلا رائعة يبقى هنا هيخد ايه رائعة she likes space about cooking she likes هي تحب playing plugging growing drinking طبعا plugging about cooking they live in a very nice space هما بيعيشوا في ايه لطيف tree called farmhouse friendly طبعا هما بيعيشوا في ايه farmhouse farmhouse بيت ريفي منزل ريفي in ancient Egypt people made في مصر القديمة الناس صنعت seat and sleep on يجلسوا ويناموا عليه houses and one floor بيوت houses had one floor بيوت لها طبق واحد طبعا هنا دي تنفع بس نشوف their homes near the nile بيوتهم قرب النار دي كمان تنفع had two floors عندهم طبقين لا دي ما تنفع very strong walls طيب ارجع تاني انا شكت في الاتنين دور ارجع تاني in ancient egypt people made الناس صنعوا طبعا their homes near the nile وhouses had one floor حنحتاجها مع in the countryside في الريف the mud bricks made طب اللبن صنع ايه طبعا صنع very strong walls حوائط قوية جدا there were read mats too you got read mats اللي هي قولنا السجادة اللي هي زي الحصيرة دي to sit and sleep on in the countryside في الريف houses had one floor البيوت لها طبق واحد i am bloggin about it i am bloggin about it near the nile their house is taller very friendly different things تنفع بس اتأكد unusual house بيت غير معتاد unusual house تنفع بس لو ما كانش في question mark ادت علامة الاستفهام لان هي كده سؤال وانا عندي هنا ايام يعني مش سؤال ايام يبقى حقول ايام bloggin about different things عن اشياء مختلفة people made their homes الناس بتعمل بيوتها تصنع بيوتها near the nail قرب ال in cities في المدن people built الناس panet their houses taller بيوت هم قط اعلى where is where يبقى سؤال يبقى where is the unusual house فين البيت غير المعتاد reorder the words to make correct sentences one the netherlands is in down the upside house طبعا هنا حقول the upside down house احنا حفظينها كده على بعض يبقى حتي the upside down house is in netherlands في netherlands the upside down house is in netherlands do think what you bloggin of question mark يبقى حتي بتدي what بعد الفعل المساعد what do you think of bloggin يعني ايه رأيك في التدوين what do think of bloggin واحد اذا تفهم what اتنين فعل مساعد do ثلاثة فعل you اربعة فعل اساسية think بقي الجملة of bloggin three near their whom they made هنا حقول they هم made هما صنعوا they made their whom near the nile they made their homes near the nile يعني هما بنوا بيوتهم قرب نهر النيل المنازل المصريين القدماء مالها بقى كل ذفيع هاد لها special style يعني نمط خاص ancient ايجيبشن هوم هاد كان لها الماضي بتاع هاذ special style did people use what homes to build طبعا هنا هستخدم what فهنا واحدة استفهم what اتنين فعل مساعد did ثلاثة فاعل people يبقى what did people use to build homes what did people use to build homes وماذا استخدم الناس لبناء المنازل ancient mats on reed slept ايجيبشن ايجيبشنز هاول طبعا ancient ايجيبشنز ده الفعل اجيب الفعل slipped نامو هي slipped مش sleep slipped نامو في الموضي on read mats mats على read mats اللي هي السجاجيد المصنوعة من الجريد طبعا هنا هقول people use the nail for drinking water لشرب الماء يبقى هما بيستخدموا النهر لشرب الماء had to insiders floors the house هنا طبعا هبتدي بايه the houses هنا هبتدي the houses the houses insiders had two floors the houses insiders had had two floors كان لهم طبقي الرجاء وضع like على الفيديو لتشجيعنا على الاستمرار write an email to your friend about an ancient Egyptian homes البيوت المصرية القديمة your name is sami read mats grid floor ardiya فانا دلوقتي هبتدي اكتب الاميل حبايبي انا اقدمته لكم في سيشن هحط لكم برضو الرابط بتاع وحتلاقي الرابط بتاع وبتاع الماضي البسيط في صندوق الوصف دلوقتي هنكتبه بنقل ازاي اولا هنا عندي from هكتب اسمي انا او اميلي انا حسب اللي يدول لك اديك اسم اكتب اسم اميل اكتب اميل انا مين انا الراسل يعني هو بيتخيل ان انا ببعت اميل وبيقول لي ايه بعت لصديقك وقول كذا وكذا فهنا ده الراسل اللي بيبعت الاميل to المرسل الي صديقي اللي ببعت له الاميل subject الموضوع بنقله من بعد كلمة about يعني هنا بيقول write an email to your friend هاني يبقى your friend هاني بقى انا حكتب to هاني about عن ancient Egyptian homes حكتبها هنا عند subject ancient Egyptian homes بعد كده your name السامي حكتبها في from سامي طبعا عايزني اللي هو جيرهاني وابتدي من تحت الكامة اكتب المقدمة بتاعتي i am happy to send you this email how are you and your family question mark وبعد الجملة الاولى فلوسطاب جمل سهل وفي نفس الوقت طويلة تعدي معايا في الكلمات بعد كده هبتدي اكلمه عن بيوت قدماء المصريين الباقي باراجراف عادي خالص زي ما بكتب اي باراجراف فهقوله اول حاجة ancient Egyptian homes were near the Nile يعني بيوت قدماء المصريين كانت قرب النيل عايزة بقى استخدم read mats وfloor فممكن اقوله in cities houses had two floors في المدن البيوت كان لها طابقين in the countryside they had one floor وفي الريف لهم طابق واحد وبعد كده ممكن اقول ancient Egyptians قدماء المصريين used read mats استخدموا السجاد agreed to sit and sleep on عشان يجلسوا ويناموا علي نلاحظ ان كل الافعال اللي انا استخدمتها هنا في الباست كلها في الباست بس عندي انا استخدمت هنا sit and sleep في الانفينيتيف ليه عشان جاي قبلهم to to بيجي وراها المصدر زي ما احنا عارفين to sit to sleep فالتنين هنا جايين في المصدر وبما اني دا ايميل فانا حختم اقول له see you soon اراوك قريبا بكلم صديقي اقول له see you soon وبعدين اكتب له love او yours ممكن اكتب yours وامضي باسمي اللي هو سامي وكده يبقى كتبنا الاميل وكده حبايبي يبقى راجعنا على يونت وان كله وكتبنا two paragraphs وكمان ايميل وحلينا وشرحنا الgrammar وافتكرنا كل حاجة في اليونت يا رب اكون قدر تقفتكم لو استفدت مستشن ما تنساش اللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مس ايميل